نصيحة اليوم إليك عزيزة الأم وهي استثمري في نقاط القوة عند الطفل لا في نقاط الضعف لأن الاستثمار في نقاط الضعف رح ينقل طفلك من المستوى اللي ضعيف اللي هو فيه لمستوى نوعا ما متوسط أما الاستثمار في نقاط القوة رح ينقل طفلك من مستوى العالي أو الجيد لمستوى أعلى وأعلى ليسير متفوق في مجاله ومتميز عن أقرانه رح أعطيكي مثال للتوضيح مثلا طفلك بيحب الرسم وبيقضي وقت كبير في التلوين ورسم الأشكال والوجوه وإنتي بنفس الوقت حاب بتعلمي لغات ليسير يحكي أكتر من لغة هلأ عندك خيارين للتعامل مع طفلك بوضعه الحالي إما أنك تعلمي لغات لأنك أنت بديك هذا الشي بغض النظر إذا طفلك برغب هذا الإشي أو لا أو إذا متميز بهذا الإشي أو لا فشو بتعملي؟ بتعلمي وبتبذلي وقت وجهد وفلوس بهذا الشي بس انتبهي إذا طفلك من الخطوات الأولى ما تقبل الموضوع ما بعمره رح يتقبله هلأ ممكن بعض الحالات يصير طفلك يحكي هاي اللغات بعد وقته جهد كبير بس مرغم الخيار الثاني إنك تكزي على موهبته وعلى الشي اللي بحبه مع الوقت والجهد منك ومنه رح تلاحظي تفوق طفلك بهذا المجال واستجابته السريعة للتعلم حبه لهالمجال رح يزيد ثقته بنفسه رح تزيد لأنه تفوق عن غيره بشي حلو جيد إشي برغبه فتخيلي عزيزي نفس الجهد والوقت والفلوس اللي رح تصير فيها ع طفلك بكل حالة شو عملات بطفلك لهيك إذا حاب تستثمر بطفلك استثمري بالموهب اللي عنده بالمجال اللي بحبه بالشي اللي بعمله وبتعلمه وهو سعيد وفرحان مش مكره وبالغصب طيب هلأ أكيد خطر ببال واحدة فيكو هيك سؤال يعني إذا طفلي جيد بموهبة معينة أو رياضة معينة مثلا بس مش جيد بالرياضيات أو مش جيد باللغة العربية أو مش جيد بإحدى مواد مدرسته اللي بخدها بالمدرسة المهمة هل أتركه وأركز على موهبته؟ لا ما تتركيه المواد الدراسية اللي بتنعطى في المدارس مهمة جدا لازم الطفل إعدي مرحلة الدراسة وهو فاهم دروسه لحتى على القليلة يخلص مدرسته يكون عارف يقرأ عارف يكتب عارف شغلات أساسية في الرياضيات عنده ثقافة عامة أو معلومات عن العالم حوله فضرورة تركزي على مواد دراسته وبنفس الوقت لا تهملي موهبته وإبداعاته